جماعة اليوم هو اليوم اللي يتغير في كل شيء للبيتكوين ولقيت شيء جنوني في اليتشارت شيء كثير من الناس مش منتبهين له حاليا ولازم أقول لكم بشكل عاجل ايش معنا هذا الشيء للبيتكوين مش فقط اليوم ولكن كمان للمستقبل القريب لأنه هذه فرصة هائلة إذا انت مركز الآن فتأكد انك تجوف هذا الفيديو من البداية للنهاية مرحبا بكم مرة أخرى اسمي منصور وقدم لكم فيديوهات عن الأملات الرقمية كل يوم ومعلمكم كيف تحصلوا على أرباح من هذا السوق إذا انت جديد على هذه القناة اضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس الآن طيب جماعة في عندنا شيء هائل يحصل اليوم في عندنا الفيدرال الأمريكي رح يطلع اليوم ورح يقولوا ويعلنوا رح يرفع معدل الفائدة بنسبة 0.25% أو هل رح يرفعوا بنسبة 0% وزي ما انتوا شايفين يا جماعة السوق حاليا يتوقع بالأغلبية يعني العظماء تتوقع أن الفيدرالي رح يرفع معدل الفائدة بنسبة 0.25% ولكن في الواقع في شيء محتمل وهو أنه كمان ممكن ما يرفعوا معدل الفائدة بنسبة 0.25% ولكن رح تكون ممكن أنها تكون 0% وهذا الشيء رح يطير سعر البيتكوين رح أشرح ليش طيب أول شيء عايز أوريكم يا هو هذا النموذج اللي كنا نتكلم عنه أمس هذا هنا لسه قاعد يتشكل فتقدروا تشوفوا هنا وإذا رحنا على فريم الساعة فتقدروا تشوفوا هنا هذا الشيء بشكل أوضاع فيعني هذا الشكل هنا لسه قاعد يتشكل على فريم الساعة فأكيد هذا هنا رح يطير البيتكوين للأعلى وكمان اللي تقدروا تشوفوا يا جماعة هنا بالنسبة للأسواق التقليدية الأسواق التقليدية حصلت هنا على ارتفاعها المؤخرا تقدروا تشوفوا هنا أنه كسرنا خط المقاومة هذا هنا رجعنا إلى هذا الخط كمستوى دعم وبعدها حصلنا على هذا الارتفاع فشيء مثالي جدا حصل هنا للأسواق التقليدية وكمان جماعة قبل أن نخلص هذا الشيء هنا أريد أن أتكلم هنا عن مؤشر الـ DXY الـ DXY إلى الآن ماشي بشكل هابط وهذا هنا على الفريم الأسبوعي طبعا هنا حاليا اليوم نحن في يوم الأربعة ولسه أشياء كثيرة ممكن تحصل لمؤشر الدولار ولكن حاليا نحن هنا تحت هذا الخط البني بشكل كبير وإذا أقفلنا هذه الشمعة الأسبوعية هنا يوم الأحد بهذا الشكل فهذا شيء بوليش جدا للأسواق التقليدية والبيتكوين لأنه هذا معناته أنه مؤشر الدولار أغلق تحت هذا الخط البني طيب ومع كل هذه الأشياء البوليش التي تحصل ليش إحنا مش قاعدين نشوف ارتفاع كبير هنا للبيتكوين مع ارتفاع طبعا الأسواق التقليدية ومع كمان هبوط مؤشر الدولار طيب أكيد جماعة أنتوا أريد يعرفين أنه الخط البني هو الشيء الوحيد اللي يمنعنا الآن من الصعود هنا للأعلى وإذا شفنا الإعلان هنا برفع موادة للفائدة 0% وإذا شفنا 0.25 كما يتوقع السوق أكيد لسه رح يكون في تقلبات ولكن ما رح تكون هجنونية هنا بشكل كبير بنفس الحالة اللي ممكن تحصل هنا في 0% لأنه فقط 10% من السوق متوقعين أنه إحنا رح نشوف أو نحصل على 0% معدل فائدة وهذا معناته أنه السوق رح يكون بوليش جدا وفي هذه الحالة أنا أريد يا جماعة ممكن أقول لكم الخط البني هنا ما رح يكون قادر أنه يمنع البيتكوين أنه يرتفع للأعلى طيب إيشي اللي ممكن نعمله كم تداولين أكيد إحنا عايزين نستغل هذه الفرص طيب أول شيء رح أقول أنه طلعنا هنا من صفقة عند حافة الخط البني في الأسفل وهذا يعطينا الحرية بأنه إحنا يعني ممكن ندخل الآن هنا في صفقة إذا عايزين ندخل في صفقة الآن فممكن نعمل هذا الشيء بدون أي مشكلة في عندنا هذه المرونة ولكن في شيء رح أقوله هو إذا شفت إلى هذا الخط البني هنا وشفت على هذا الخط الأحمر فإحنا الآن تقريبا بعيدين بنسبة 6% من هذه النقطة وكل ما دخلنا أكثر إلى هذا الخط البني ووصلنا إلى الخط الأحمر إذا حصلنا على ارتفاع كبير هنا للأعلى كل ما زادت احتمالية إنه إحنا نحصل على رفض فرح أقول يا جماعة إنه خلونا نعدي هذه 6% إذا عايزين إنه إحنا ندخل لونج إذا عايزين ندخل شراء فرح أستنى إنه إحنا نصفي هذه المنطقة لأنه هذه هنا منطقة مجهدة ومنطقة خطيرة جدا فيعني رح يكون في عندنا هنا تقلبات كبيرة داخل هذا الخط ولكن إنه إحنا نتعدى ونتخطى هذه 6% من ناحية الربحة المخاطرة ننتظر هنا للدخول لونج إلى أن نحصل على هذا الارتفاع واختبار لهذا المستوى ونشوف هذا الخط الأحمر يمسك سعر البيتكوين وفي هذه النقطة أعتقد من ناحية الربحة المخاطرة رح تكون منطقة دخول أفضل إنه إحنا ندخل من هذه النقطة فهذا هو اللي رح أكون أنا مستنيه ومراقبه للدخول في صفقاتي الخاصة رح أكون مراقب ومستنيه إنه إحنا نصفي هذه المنطقة مش عايز إني أدخل لونج أدخل شراء داخل هذه المنطقة هنا منطقة المقاومة والخط البني أكيد لسه عندي البوتات أنه أمس ما قدرت أن نزل الفيديو لأنه الفيديو كان طويل جدا ولكن انتهيت من الفيديو الآن وراح أنزله اليوم بعد هذا الفيديو تكلمت فيه بالتفصيل عن هذه البوتات كيف تعد هذه البوتات وكيف تحصل على نفس الأرباح الموجودة هنا في هذه البوتات وراح أقول كمان البوت الكبير اللي عملته أمس في البيتكوين الآن أريدي مرتفع بنسبة 4% أكيد بوتات السابقة في البيتكوين مرتفعة أريدي بـ 40% والبوتات التجربية هنا للإيثريوم اللي داخلها لونج ولداخلها شورتس كلها مرتفعة حتى كمان الدوش كوين سواء في بوتات الشراء أو بوتات البيع طبعا أحد البوتات هنا في الدوش كوين كان في خسارة أمس تكلمت عنه في فيديو البوتات رح تشوفوه بعد شوية هنا في الفيديو اليوم أريدي مرتفع بنسبة 30% وكمان البي ان بي بوت الشراء و بوت البيع حاليا كلاهما داخل في أرباح فيعني كل البوتات الآن يا جماعة داخلين في أرباح وهذا شيء رائع جدا ولكن اللي سأعمل يا جماعة هو أنه رح أغلق كل هذه البوتات مع عداء البوت الرئيسي تبعي هنا تقدروا تحصلوا على إعدادات هذا البوت بضغطة زر واحدة يوجد رابط في صندوق الوصف تقدر تضغط على هذا الرابط في صندوق الوصف و رح تحصل على نفس الإعدادات اللي موجودة في هذا البوت فزي ما قلت يا جماعة اللي رح أعمل الآن أنه رح أطلع من كل هذه البوتات مع عداء البوت الرئيسي تبعي هنا في الأعلى وكمان بوتات البيتكون هنا في الأسفل لأنه هذه هنا كانت أوائل البوتات اللي دخلت فيها في هذه الإعدادات يعني ربما راح أخلي هذه البوتات مفتوحة أكثر شوية هنا ولكن راح أغلق كل البوتات التجربية اللي موجودة هنا طبعا هذه البوتات دخلت في أرباح كبيرة ولكن هذه فقط عملتها للتجرب ومع التقلوات اللي راح تحصل اليوم أنا متوقع أنه البوت الرئيسي تبعي هنا راح يكون أداءه جيد جدا وراح يحصل كمان على أرباح كبيرة فرح نشوف يا جماعة إذا راح يحصل هذا الشيء أو لا وكالعادة جماعة إذا عايزين تسجلوا في منصة لوكي اكس فتقدروا تستخدموا هذا الرابط الموجود هنا تحت في صندوق الوصف وتحصلوا على بونس إذا عيصل إلى 50 ألف دولار طيب بعد كده جماعة الآن مدراء الأصول تورينا إيش اللي تعمله الأموال الذكية في الأسواق التقليدية تقدروا تشوفوا هنا أنه مؤخرا ببساطة يعني على مر هذه السنة الأموال الذكية أضافت إلى الشورتس تبعهم تقدروا تشوفوا هنا أنه الشورتس في حالة ارتفاع وحاليا الآن تقدروا تشوفوا أنه الكمية هي 96177 وبالنسبة للونغس يعني كمان قاعدة تزاد هنا شوية في هنا زيادة شوية في نشاطات اللونغس ولكن بكل تأكيد مدراء الأصول زادوا بشكل كبير في الشورتس وبالذات لأنه إحنا الآن قاعدين نرتفع هنا في البيتكوين إلى هذا الخط البني ولكن كمان في الأسواق التقليدية كلما ارتفعنا هنا كلما زادت كمية الشورتس فهل يا جماعة هنقدر أنه إحنا ندمر كمية الشورتس هذه؟ إيش تعتقدوا يا جماعة؟ اكتبوا لي رأيكم تحت في التعليقات هل راح يكونوا هؤلاء الناس محقين بزيادة كمية الشورتس تبعهم؟ أو لا؟ راح نعرف بشكل قريب جداً ولكن راح أعطيكم يا جماعة شيء مهم جداً أنا قاعد أراقبه الآن أنتوا عارفين التضخم اللي تم إعلانه لشهر مارس؟ لا يعني تم إعلانه في شهر مارس ولكن هذا التضخم كان لشهر فبراير التضخم اللي تم إعلانه كان 6% والآن إذا شفنا هنا في تروفليشن هذه هنا بيانات حقيقية هذه بيانات مباشرة تقيس التضخم في الوقت الحقيقي في هذا الوقت عن طريق النظر في أسعار البضائع وتقيس التضخم فهذه البيانات الآن تورينا أنه المفروض أنه يكون سعر التضخم أو مستوى التضخم عند نسبة 5% اعتماداً على هذه البيانات فيعني مش بعيد جداً من النسبة اللي طلعت يعني البعد هنا 1% فالآن شيء مهم جداً يا جماعة إذا شفنا على اللي حصل في شهر مارس تقدروا تشوفوا أنه هنا من 5% في بيانات التروفليشنز فإحنا هنا الآن منخفضين بشكل كبير وإحنا الآن عند مستوى 4% فقط هذا يقول لنا أنه التضخم هبط بشكل كبير هذا هو اللي احنا متوقعين وأكيد ولكن التضخم اعتماداً على بيانات التروفليشن اعتماداً على البيانات الحقيقية هبط بشكل كبير في شهر مارس فأرقام شهر إبريل اللي رح يتم إعلانها في بداية شهر إبريل اللي شهر مارس اللي شهر ثلاثة المفروض أنها تكون منخفضة بشكل كبير من السابق فهذا هنا يا جماعة شيء متجد للإهتمام لأنه في الوقت اللي يهبط فيه التضخم أكيد الأسواق تسخن والفيدرالي ما رح يكون عنده أي أعذار أخرى لرفع معدل الفائدة وعشان كده يا جماعة أنا أعتقد أنه ممكن يكون في احتمالية أنه ممكن الأسواق الآن يعني يكونوا مخطئين في هذا التوقع هنا أكيد يعني لسه أعتقد في ميزان الاحتماليات أو الاحتمال الأكبر أنه رح يتم رفع معدل الفائدة بنسبة 0.25% ولكن أعتقد أنه المفروض أنه النسبة هنا المفروض تكون نص 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 لأنه أعتقد أنه الفيدرالي قاعد يشوف على هذه الأرقام يراقبهم معدل التضخم الحقيقي ويشوفوا أنه التضخم يهبط فهل هم عايزين أنه يكسروا ويحطموا السوق أكثر عن طريق زيادة رفع معدل الفائدة فعشان كده يا جماعة أعتقد أنه في احتمالية أنه ممكن نحصل على 0% اليوم وهذا زي ما قلت يا جماعة رح يطير البيتكوين فخليكم يا جماعة مجاهزين لكل هذا هذه هي الطريقة اللي رح أدخل فيها هنا إذا صفينا هذه المنطقة هنا فراح أدخل في صفقة لونغ تماما فوق هذا الخط الأحمر ولكن قبل هذا أكيد البوتات تبعي هنا راح تكون أداءها رائع جدا من ناحية استغلال والاستفادة من هذه التقلبات بكل تأكيد شيء رائع جدا طيب الآن جماعة علشان أنهي هذا الفيديو عايز أغلق هنا معظم البوتات التجربية تبعي هنا في هذا الفيديو لأنه زي ما أنتم عارفون أنا دائما أوريكم في الفيديوهات إيش الأشياء اللي أعملها فخلونا نغلق هنا الآن بوت الإيثريوم زي ما قلت يا جماعة كل هذه البوتات رح تشوفوها في الفيديو اللي راح أنشره بعد هذا الفيديو تكلمت عن كل هذه البوتات وشرحتها بالتفصيل خلونا كمان نغلق هذا البوت هنا للدوج طبعا هذا هنا بوت خاص جدا لأنه هذا أمس كان بخسارة 20% حاليا الآن بأرباح 30% راح تفهموا كلامي لما تشوفوا الفيديو الثاني المتعلق بهذه البوتات شي رائع جدا ولكن نحن الآن نغلق هذه البوتات من ناحية الشورتس واللون كمان وكمان هنا بوتات البي ان بي سيزي باينانس أنا آسف راح أغلقك ممكن بعدين أن نعيد بوتات أخرى وبالنسبة جماعة مع كل هذه البوتات أكيد تعلمت أشياء كثيرة بصراحة شيء مثمر جدا ولكن حاليا أنا فقط راح أخلي بوتات البيتكوين هنا كمان نغلق بوت البي ان بي فرح أخلي جماعة هنا فقط بوتات البيتكوين وممكن كمان نرجع إلى العملات البديلة في المستقبل ممكن نرجع إلى إعداد البوتات هنا في العملات البديلة فإيش اللي تعتقدوا يا جماعة الآن من ناحية السوق هل تعتقدوا أنه في احتمالية للصعود أو هل راح نهبط إيش اللي تعتقدوه أوقات مشوقة جدا اكتبوا لي رأيكم تحت في التعليقات هذا كل شيء عند اليوم بتوفيق الجميع وأشوفكم في الفيديو القادم